بدأ 1300 من طلبة الجامعة القاسمية المقيمين في السكن الجامعي الداخلي إلى جانب الطلبة الموجودين خارج الدولة اليوم بدأوا امتحاناتهم النهائية لفصل الخريف 2020-2021 في مختبرات الجامعة والتي تستمر حتى 24 من ديسمبر الجاري بعد اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية فيما يؤدي الطلبة خارج الدولة امتحاناتهم عن بعد من خلال نظم المراقبة الالكترونية وأكد الاستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية تطبيق الجامعة كافة الاجراءات الوقائية لممارسة الامتحانات مشيرا إلى أنه تم وضع آلية متكاملة بالنسبة للامتحانات التي تعقد عن بعد لضمان سير الامتحانات بكل شفافية ونزاها